لطالما أن العراق يضيع شعبه ظلما بفعل كتاب الرد السريع المأجورين ولا ضير في حسابات هؤلاء أن يباع الحق ببضع دراهم معدودة فالحكاية الصادمة لكل من حاول الاستيادة في الماء العكر أن الحديث المفبرك عن تعيين الدكتور صباح عبداللطيف مشتت شقيق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيسا للجنة الإعمار والخدمات مؤخرا هو عار عن الصحة تماما وهذه الوثيقة تثبت المؤكد القارئ بكامل قواه العقلية للوثيقة يعي جيدا أنها لجنة شكلت في آب الماضي برئاسة الدكتور مشتت فتعيين الدكتور بمنصب رئيس لجنة الإعمار والخدمات جاء منذ سبع سنوات لكنها محاولات القلم المأجور الاستخفاف بعقول العراقيين ليس هذا فحسب إنما هي المفاجأة الكبرى لإسكاة القول العابث ليس هذا فحسب بل وإن الدكتور صباح عين قبل وجود اسم الكاظمي في قوائم وكالة جهاز المخابرات من الأصل وكانه ضحك على الذقون لكن هذه طباع الذين يحاولون النبشة خلصة وخداع الشعب المكلوم من دهائهم الدكتور مشتت الاسم العراقي الكامل غير المنقوص الذي نطقه المحيط العربي والعالمي كيف لا وهو الذي يرتبط اسمه باسم المهندسة العالمية الراحلة زهى حديد حين كان مشتت مستشارها الخاص لسان حال العراقيين شعب يريد أسماء كالدكتور صباح لطالما أنه رجل العبقري في زمن تحاول اليد العابثة اشتثاث عباقرة العراق لكنه المهندس الذي حصد المركز الأول في منافسة العباقرة العرب وهو الذي طلب بالاسم مبدع عراقي لكي يساهم في تطوير مدينة أبوظبي وهو الحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمرية من اليونان درس في جامعات عربية وعالمية ناهيك عن اختياره أول مهندس بين 500 آخرين من قبل جامعة بيرمينجهام البريطانية أما الكاظمي وهو رئيس الوزراء قيل فيما قيل إنه الرجل الذي يتربع على سلم الإنجازات وهذا ليس خيالا إنما حقيقة تكتبها أنت كعراقي كلما حقق رئيس الوزراء هدفا جديدا لأجل النهوض بالعراق والدليل الثابت هو تعيين الكاظمي للمهندس منهل الحبوبي أمينا للعاصمة بغداد تعيين لاقى ترحيبا واسعا بين العراقيين هي معادلة الكر والفر إذن بين مؤيد ومعارض فيما المعارض لا يحمل دليلا على أي شخصية تعين إلا محاولة إثارة عاصفة تحقق مآرب إعاقة المشروع الحكومي الذي يضع النقاط على الحروف أما الحروف فهي الواضحة كعين الشمس وتكتب بماء البناء والإعمار في بلاد أمس ما تحتاج إليه إلى ماهر في البناء يشيد العراق بطابوق عراقي وبيد عراقية تخلو من تراب الفساد والمصالح الحروف